الصباح الخير ومسائل الخيرة لحسب الوقت اللي بتشوفه في الفيديو اهلا بكم في فيديو بديد على قناتكم We Can Do It النهاردة الفيديو زي ما بين من العنوان بيستهدف شرح مفصل ولكن بإيجاز طبعا عشان ما تقولش عليك وقت الفيديو عن كل أنواع التركيبات السبتة أو المتحركة وهنتكلم فيها عن أنواع التركيبات السبتة أو المتحركة وإمتى أعمل التركيبات السبتة أو المتحركة هنتكلم عنها من حيث الميزات ومن حيث العيوب من حيث كمان نوع اللذق المستخدم من حيث كمان برض الأسنان الكثير مننا بيكون مايعرفش عنه معلومات كافية قبل ما بيقدم عليه كمان هنتكلم عن لو عملت برض الأسنان خلاص إيه للمفروض تتابعوا بعدها هنتكلم كمان عن مدة التركيبات دي قد إيه والعناية بالتركيبات إزاي هنتكلم في أسعار كل تركيبة وإيه هي أنواع التركيبات بأسعار كل تركيبة منها تابعوا معي الآخر الفيديو لأن الفيديو فعلا شايق جدا وهتستفيدوا منه جدا جدا لابدوا بتستهدفوا جمع معلومات كويسة جدا عن تجربة بخصوص التركيبات السبتة هنتكلم عن أول حاجة إيه هي إمتى أعمل التركيبات السبتة؟ التركيبات السبتة أعملها في كذا حالة أول حالة منها لو أنا أستهدف بالتركيبات السبتة فقط من ناحية تجميلية أن أجمل سناني أو أعمل حاجة تجميلي شكل سناني لو عندي أسنان مع وجهة عندي فراغات بين أسناني وهكذا وطبعا في حالات معينة بيكون أحسن فيها التقويم ولكن طبعا التقويم في ناس ما بتكونش أحبة إنها تستنى مدة طويلة لأن التقويم أقال حاجة بيقعد فيها 9 شهور ففي ناس بتكون عايزة حاجة أسرى فبتميجأ للتركيبات السبتة ففي الحالة دي تركيبات السبتة بتكون معاها كويسة جدا تاني حالة أعمل فيها تركيبات السبتة في حالة وجود الأ خلقاء في الأسنان التركيبات السبتة من الحاجات العلاجية التي تساعد على تثبيت الأسنان هم تأخلقاء من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية تاني حاجة بعمل بها تركيبات السبتة في حالة فقدان سن أو أثنين أبيض لو أن أ Legal مدريفionsacked لأروعة الأسنان المكلفة جدا ففي الحالة دي بنلجأ للتركيبات السبتة بان انا اخد السن المفقوط باخد اللي قابله واللي بعده بعمل بينهم زي كبري عشان اعوض السن المفقوط وبتكون دي تركيبات سبتة فده باجاز امت ها اعمل التركيبات السبتة طيب ايه هي الفرق بين التركيبة السبتة والتركيبة المتحركة التركيبة السبتة ان انا بعمل تركيبة بتفضل قعدة على السنين من مدة تتروح ما بين 5 سنين الى 10 سنوات بحد اقصى وساعات بيعودوا 12 و13 على حسب طبيعا العناية بالتركيبة وعلى حسب طبيعة كل بنيئة ده تمام طيب وايه هي التركيبة المتحركة التركيبة المتحركة اللي انا بقدر اشيلها واحطها عند اللزوم عند التصوير عند الانترفيو عند فرح مناسبة ايا كانت التركيبة بتتشال وتتحط ولكن ما بقدرش ان انا لا اكل عليها ولا اشرب عليها حاجة سخنة ولا حتى ساعة يعني مجرد ان انا باشرب عليها لحاجة فترة مشروك خفيف ولكن ما اقدرش اشرب عليها شاي او حاجة سخنة ولا اقدر كمان ان انا استخدمها في الاكل تمام تمام طيب تاني حاجة خلاص انا خدت قرار ان انا هعمل التركيبة السبتة وطبعا انا هكلمكم بالتفصيل عن التركيبة اللي معي في الصورة اللي في الصورة الفيديو خلاص انا خدت القرار ان انا هعمل التركيبة السبتة بعد كده اول حاجة بتواجهني عند اي دفتور اسنان ان هو هيقولك لازم نبرد السنان برد السنان دي طبعا كلنا ربنا بيخلق لنا سبحانه وتعالى طبقة اسمها طبقة المينة على سناننا طبقة المينة دي هي اللي بتدي الاسنان اللمعة او بتدي الاسنان الملمس الناعم او الملمس اللي اشبه ملمس السراميد كده شوية وبتحميها طبعا من حاجات كتير جدا بتحميها من السبغات وبتديها صلابة وبتديها قوة بتحافظها على عمر السنة بتحميها من ابراد كتير جدا ممكن تصيب الاسنان وبتحميها تمام من السقوط وتضيب اشهر فايدة لطبقة المينة بتاعت الاسنان طيب البارد بيكون حاجة دي يا اما ان انا ابرد السنان بارد تام بان انا ارفع السنة واخليها كده مدببة واصغر حجمها جدا تمام وطبعا بشيل الطبقة الخارجية من المينة خليني اشرح لكم مثلا على التركيبة دي على فكرة دي تركيبة سابتة هي معمولة على جزئين تمام واشرح لكم بالتفصيل فبقية الفيديو ايه هي التركيبة دي خليني اشرح عليها لما الدكتور بيجي يعمل البارد بيبدأ ان هو يرفع السنة من هنا ومن هنا ومن فوق بيخليها عاملة زي الدبوس كده تمام زي ان هو بيشير طبقة المينة ان هو بيجيب جهاز وبيكحت كل الطبقة اللي برا السنة دي فبالتالي بيخلي السنان على طبقة العاج اللي تحتيها بتكون حاجة زي الحضر كده حاجة خشنة جدا لونها بيسفر جدا وبتبقى كاينها ميتها يعني وطبعا وانس ان الدكتور برطلك السنان بالطريقة دي اللي هي الطريقة الاولى لان انا ذكرتها خلاص ما يدفعش تعاضي من غير التركيبة لازم طول حياتك تفضل يعيش بالتركيبة السبتة طبعا مش المتحركة طبعا لو ما حصل برد للأسنان بالطريقة دي لازم على طول نفضل نعيش بالتركيبة السبتة طيب ده اول نوع من انواع برد الأسنان تاني ان هو من انواع برد الأسنان هو مجرد ان هو بيعملك تخشينة بسيطة خالص من غير ما يرفع السنة ولا يدي عند حجم السنة باصلي بيحفظ سنانك بشكلها الاصلي اللي ربنا خلقت به من غير ما يلعب خالص فيها ولكن مجرد بيعمل صنفرة خفيفة خالص للسنة وبتكون طبعا دي علشان هو بيعيز يخشنها شوية علشان لما يلزق عليها التركيبة التركيبة تمسك واللازل يمسك وما تتأثرش بالملمس الناعم للسنة وفي الحالة دي عايز جدا ممكن بعد كده بعد سنة اثنين تلاتة حبة تشيري التركيبة وترجعي بأسنانك الطبعية تمام جدا مفيش اي مشكلة فده نوعين برد الاسنان طبعا انا بفضل النوع التاني اللي انتي متلعبيش قبل برد في شكل اسنانك او في طبقة المينة عشان تحتفظي بجودة سنانك طول عمرك وما تضطريش بعد كده ان انتي تبقي ملزمة تركيبي الممكن دلوقتي حبة تركيبي تركيبة ثبتة بعد كده الظروف مش صالحة على اكتجادية التركيبة مثلا لما تقع تبقى محافظة على اسنانك الاصلي دي بالنسبة لبرد الاسنان طب ايه انواعي التركيبات? التركيبات المتعرف عليها عامfolg hedgeبائي الأسنان حاليا هم اول حاجه هي ه التركيبات البرسلان ثاني تركيبه هي التركيبات الزركون اول نوع قلتو هو البورسلان البرسلان ظاهر يكون شكل كويس ولكن البورسلان في نوع غير عيد خطير جدا ما إنه من هنا بيكون في الإطبقة البيضة بتاعت الأسنان مستواجرا أو ما يضعه ترميلها دا هذه المعدن مع الوقت ومع المرور الوقت على التركيبة، يبدأ استواجب المعدن من تحت التركيبة يبين من تحت طبقة السبق وكمان طبقة المعدن دي لانها قوية وحدة جدا بتبدأ انها تحكي في اللسى اللي بتركب عليها التركيبة وده بيسبب خراج اللسى والتهابات جمدة جدا في اللسى وطبعا انا ممنصحش بالبرسلين هو طبعا او رخيص ولكن انا ممنصحش ابدا بالبرسلين لانه عمره الافتراضي اولا قليل جدا سمان بيسبب التهابات لللسى جمدة جدا بسبب وجود طبقة المعدن اللي جواه سلسا الشكل العين بتاعه وبعد كزا الشخر بيبقى مش حلو لان طبقة المعدن اللي تحت بتبان فده بالنسبة لانواع التركيبات طيب بعد كده هننتقل الى مدة التركيبات انا زي ما قلت التركيبات المتحركة اللي هي بتتشار وتتحط دي عايدي بمكن تقعد معاكي سنة سنتين ثلاثة حسب استخدارك ليها وحسب استهلاكك معاها ولكن انا هتكلم بالاخصة عن مدة التركيبات السبتة وهي بتتروح من خمس سنين الى سبع سنوات واحيانا بتقعد عشرة واثناشر وتلتاشر سنة على حسب العناية بيها وعلى حسب المتابعة مع الدكتور اللي عمل هالك من كل ست شهور عشان يشوف السنان اللي تحت اي اخبارها يعرف اللي سا اي اخبارها طبعا بالعناية بيها انك تحافظي عليها طول الوقت وغسيل الاسنان بعد كل وجبة طبعا بيطور من عمر التركيبات فدي باللسبة مدة التركيبات طيب العناية بالتركيبات ازاي انا عملت تركيبة في سناني ازاي هقدر ان انا اعتني بيها عشان اطول من عمرها وعشان احافظ على لونها وشكلها اولا لازم غسيل الاسنان بعد كل وجبة لازم اخسل سناني بعد كل وجبة انا اسفى انا نسيت ان انا اقولوكم النوع التاعي من تركيبات الاسنان وهو الزيركون الزيركون زي دي دي تركيبة اسنان زيركون دي زي ما انتم شايفين كده شكلها بيكون زي شكل الاسنان الطبعية جدا طبعا هي ارحية الليسة اللي تحت دي ما بتبقاش موجودة في كل تركيبة هي المفروض ان التركيبة من المفترض بتبقى لحد هنا يعني هو ده بيكون شكلها ولكن الليسة اللي تحت الزير عشان الحالة هي كانت متطلبة ان يكون فيه الليسة اللي تحت الزير لان هي عندها حالة مرضية في الليسة ولكن الاسنان او اي تركيبة طبعية بتكون لحد هنا بس مجرد انها بتبقى كفرة على الاسنان اللي هي الخارجية اللي فوق الليسة تمام دي التركيبة لزير كون اللي هي احسن نوع تركيبة اسنان طبعا قوية جدا من جوا ما فيهاش معدن زي ما احنا شايفين من جوا زيها زي بره بالضبط واخد طبقة زير كون برده ما فيهاش اي معدن ما فيهاش اي حاجة مش تمام طبعا عمرها طويل جدا قوية جدا تضاي تكل عليها اي حاجة صلبة ما بتكسرش ومحصلهاش اي حاجة ودي احسن نوع من انواع تركيبة الاسنان عفوا انا كنت نسيت ان انا اقول لكم عليها طبعا دي تركيبة لا الاسنان السفلية اه هي تركيبة نصين اه ده شكلها لما متركب على بعضه تمام طبعا هي التركيبة دي مفرقة ملزوقة بلازق مؤقت اه وهتتلزق لازق دائم اه ولكن انا حبيت ان انا اوليت شكلها بيكون عامل ازاي شكلها زي شكل اسنان الطبيعية بالضبط يعني اه هي بتكون شبه دي كده دي من غير لازق اه اه ده شكل السن التامين بياخد مقاس السن بتاعك بياخد مقاس الفك اي او اي ان كان السن او الفك اللي حابت اعملي فيه تركيبة السبه بياخد مقاسها وبيتم عمل صبه لها بحجم مقاس سنان كل بني ادم وزي ما قلت لكم خفيفة جدا وحلوة جدا وده افضل نوع اللي هو نوع الزركن البورساليكوه انا ممنصحش بيه تماما هو قاط كليفت قليلة ولكن هيدمر الاسنان اللي تحتوها هيدمر كمان اللي اسمين دي شكل التركيبة يلزي لكم اه حب بعد كده بقى ان انا اكمل اللي خدتو بقوله لكم والعناية بالتركيبات طبعا لازم ان انا اخصل سناني بعد كل وجبة مفاش قبل ان انا اكل وانا غير ما اخصل سناني او ان انا اكل لازم بعد كل وجبة اخصل سناني بقى اتني بها على الاقل لو مش هخصل سناني كل وجبة ان انا اخصل سناني مر اول ما اصحى من النوم ومر قبل منام دي اقل حاجة اضعى في الايمان اللي انا ممكن اعمله مع تركيبات السبتة كمان في حاجة في الصيدلية حلوة قوي زي بخاخ كده هبقى انا ازلوحه صورته في القومنتات ده البخاخ اللي بيدخ ميا ما بين التركيبة وما بين السنان اللي تحتيها عشان يساعد لو فيه اي بقاية طعام ترك من تحت التركيبة تروح وطبعا ده ما بيبقاش دارج قوي لان المفروض ان التركيبة بتكون لزقة كويس جدا على السنان ما بتسمحش بمرور بواقل اطعمة من بين التركيبة وبين السنان ولكن البخاخ ده بيدخ ميا جمدة جدا بتخلي لو فيه اي بقايا او اي حاجة تنزل وكمان بيساعد من الاسنان اللي تحت ما تسويش وتفضل محافظة على نظفتها وعلى جودلها طبعا اخر حاجة هتكلم عنها هي اسعار التركيبات السبتة طيب احنا قلنا ان فيه نوعين من انواع التركيبات السبتة وهي البورسلان والزركونيا البورسلان بيبدأ فيه المعامل طبعا دكتور اسنان مش هو اللي بيعمل التركيبة السبتة اللي بيعمل التركيبة السبتة هو معملي يعني بتعيبت في معمل او الدكتور اسنان بيبعت المقاس لمعمل والمعمل هو اللي بيعمل التركيبة السبتة طبعا كل معمل بيختلف من معمل الى اخر البحث في كل المعامل اللي في الدنيا أرخص سعر لتركيب البورسلان من 400 جنيه للسنة وبيغلق المعمل اللي اخر طبعا من 400 جنيه ده بيكون للمستشفيات كمان نخلي العيدات الخاصة وطبعا معروف ان اي حاجة تخص الاسنان بتكون غالية جدا فبيبدأ السن الواحد يعني السن الواحد من 400 جنيه حتى 800 جنيه تمام ده بالنسبة للبورسلان وتبعا فيه ازيل عل حسب كل دكتور وعلى حسب كل معامل زي ما قلت ركن ثاني حاجة هي التركيبات الزيركون زيركون تركيبات الزيركون عند İnsmmun type zircon amac في كذا نوع من انواع Zircon ولكن زي ما قلت على بعضه المكان كله كويس جدا ايا ان كان نوعه هو Совامه افضل نوع من انواع تركيبات الاسنان طيب بكام التركيبة الزيركون؟ تركيبة الزيركون بتبدأ فيها للسن الواحد او للتراون الواحد بيبدأ فيه من 900 جنيه حتى 2000 جنيه و200 كمان للسن الواحد على حسب كل معامل وعلى حسب الدكتور اللي هتعمل لي عنده التركيبة السبتة فانا انصح وعلى فكرة النوع اللي ب900 جنيه واحيانا فيه كمان معامل بتعمل سن الزيركون ب850 جنيه بيكون اه طبعا تكلفته عالية لان بتحتاجي كازا سنة ولكن مثلا لو هتعملي كبري تلات دروس او كبري او درسين او هتحطي طربوش من الزيركون او كده حلو جدا معامل جدا هيقعد معانك بالعشر سنين هتنسيه في بق ادفع طبعا حلو جدا 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 واه هندفع كتير ولكن هناخد حاجة هتنسينا الموضوع فترة اه فا وطبعا اه 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 انصحكم بالتحري كويس قوي يعني الدكتور اللي هتعملوا عنده التركيبات السبتة لان الموضوع تجاري بحد الموضوع التركيبات السبتة موضوع تجاري بحد ليش موضوع طبيدي انه معظمهم والناس بتعملوا كتجمير فاي حاجة فيها تجمير مش علاجية طبعا البازنس بيدخل فيها بشكل واضح جدا اه اتمنى اكون فتاكو اتمنى اكون اه اه نفعتكو باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ويا رب ان شاء الله اكون في ابتكم واشكوكم في فيديو جديد باي باي